اشتركوا في القناة من المرات اللي أنا بظن فيها أن أحمد العوضي برضو مختلف شوية يعني مش هو هو أحمد العوضي بتاع كل مرة فيه اختلاف ما وده اللي هنسأل عليه اللي كتب المسلسل بتاع أعرب تحديداً وهو كاتبنا ومؤلف المسلسل منورنا محمود حمدان منور أهلا وسهلا سيدي كله تمام مش المفروض تمثل يا محمود مفروض اي اطلع قدام الكاميرا على طول على طول طبعا سعادة أحمد العوضي هقولك إيه ده با ده دخوية دخوية العوضي دخوية تحكي لي الحكام ده عن حق العوضي عشان كنت بقول أنه الناس كلها بتعلق حق العرب أو أحمد العوضي السنة دي مختلف كمان عن السنين اللي قبل كده وده في حد ذاته مهم وجيد أنه أحمد ما يطلعشه كل مرة بنفس الشخصية أو بنفس الملامح بتاعت الشخصية أحمد يعني أحمد ممثل مكتهف جداً 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 وأحمد عارف قدرات نفسه وعارف إمكانياته وعارف هو فين في الحقيقة أحمد إحنا لما جينا قعدنا ندردش في الأول علشان إيه هنقدم إيه للأحمد العوضي السنة دي نحط إيه القلب اللي أحمد العوضي يبقى فيه أحمد الناس بتحبه أحمد عنده جمهوره عنده شعبية كبيرة جداً جداً من الجمهور في الشارع المصري بيحبوا يتفرجوا عليه فبالتالي إحنا كنا لازم نستثمر هذه الشعبية بشكل طبعاً الناس متخيلة في بداية الأمر لسه في واحد رمضان إن يا هنشوف بقى بلطجة وهنشوف وما فيش الكلام ده أصلاً إحنا ما عندناش ده في المسلسل إحنا عندنا بطل شعبي بجد بطل شعبي بيقف مع الغلبان بطل شعبي القيم بطل شعبي جدع أكتر منه بطل شعبي فتوى بالزبط وبيفتري على الناس أو بيفتري على حد أو بياخد حقه بشكل مش محترم ما عندناش ده إلا إن أنا نفسي ما بحبش ده ولو في عمل بيبقى شابه كده أنا ما بحبش أتفرج عليه ولا أسرتي هتتفرج عليه ولا أهلي يتفرجوا عليه فبالتالي كان لازم نشاور على فكرة البطل الشعبي اللي الناس بتحبه منه أيام أستاذ فريد شوقي البطل الشعبي اللي هو اللي بيجيب حق الغلبان اللي بينصر المظلوم اللي بيقف مع البنت اللي في الشارع لو حد عكسها اللي هي للحاجات اللي إحنا مش عايزة أقول مفتقدينها ولكن اللي إحنا بنشاور عليها تاني اللي هي أصلا جزء من تركيبة الشارع المصري الطبيعي يعني السمات بتاعت الشارع المصري اللي ما بيسمحش بقلة الأدب ولا بقلة الزوق ولا بتخطي الحدود ولا تخطي العادات ولا التقاليد اللي يخاف على أي بنت في الشارع حتى لو ما يعرفهاش بالزبط وأحمد العودي نجمة أكشن ولازم نحط لتحت دي مية سطر يعني أحمد العودي نجمة أكشن يعني إيه نجمة أكشن؟ يعني هو أحمد ليه محبيه طب محبين أحمد العودي لو دخلوا يتفرجوا عليه أحمد العودي قاعد طول الوقت بيتكلم في مشاهد حوارية وما فيش حاجة بتحصل هو هيبدايق طبعا المشاهد هيبدايق هو مشاهد بيتفرج ليه جمهوره اللي عايز يتفرج على أحمد العودي هو بيعمل أكشن هو إحنا عمين الفورما دي أحمد مش في أكشن يعني مهضوش ولكن ييجي الأكشن في مكانه يعني في ناس أحيانا بتتفرج على أكشن تحس يا جماعة هو السين ده حصل ليه؟ المشاهد ده حصل ليه؟ ما يبقاش محشور ما يبقاش محشور يبقى جاي في قلب الدراما والدراما محتاجة أنه هو لازم يحصل هنا أكشن يبقى المتفرج من جواه لأ ادربه بقى لأ هتحق فلان لأ نعم كله بيتفورش بالزبط بالزبط فبتيجي في سياقها بيبقى مقبولة وما تبقاش لوين دراحة يعني زي ما بنقول دي حلوة بقى قوي مسألة أن احنا ما نبقاش لوين دراحة اللي هو بنرغم السياق الدرامي أنه لازم تحصل خناء علشان عوض يضرب الشارع ولا الحارة ولا أيا كان المكان اللي هو فيه لأ هي لازم تيجي بسلاسة بالزبط بتتظبط إزاي دي بقى؟ دي زبطتها مع عدلة الدراما يعني إيه عدلة الدراما؟ يعني أنا بامشي ورا القصة بتاعتي الستوري بتاعتي أنا محددها ومحدد البطل بتاعي عايز إيه؟ والشخصيات المحيطة بيه رايحين فين؟ القصة بتاعتي أنا طول وقت ماشي ورا القصة أنا بامشيش ورا بطل أو ورا الشخصيات لا أنا طول وقت القصة بتاعتي والشخصيات المحيطة بالبطل هو دول اللي بيحركوا الدراما بتاعتنا طول الوقت وعايز أقول على حاجة على أحمد عكس نجوم تانين إن في نجوم مثلا تبقى طول الوقت عايز هو النجم اللي يفضل يطلع ويعمل ويخلل عايز أضرب المسلسة الكل وبحيدا عن الدارب فكرة المساحة التمثيلية أو مساحة المشاهد أحمد طول الوقت محمود اعمل ما يحلو لك اللي انت شايفه في مصلحة المسلسل وفي مصلحتك ككاتب اعمله أنا مش هتدخل ده زكاء أحمد ما كانش بيتدخل بصراحة في مساحة الممثلين كمان إن أنا بفرد للممثلين اللي معي زي ما أنا عايز ووقت ما بعمل أي فعل درامي لا أحمد ما كانش بيتدخل بصراحة وده زكاء منه إن هو في الآخر عايز يعمل يعني عايز أقول لحضرك على حاجة أحمد قال لي جملة مهمة قوي في بداية ما جينا نشتغل مع بعض حلو قال لي محمود أنا عايز أعمل مسلسل على نهج الأستاذ نور الشريف الله يرحمه وأستاذ زيحي الفخراني لأن دول أسدت المسلسلات التلفزيونية فإحنا عايزين نعمل مسلسل مسلسل مسلي محترم الناس تحترمنا فيه فده كان التارجد بتاعنا منذ اللحظة الأولى إزاي نصنع مسلسل تلاتين حلقة كل حلقة كانتها فيلم كل حلقة فيها أحداث مش هعمل أول خمس حلقات جامدين ثم بعد كده الأحداث ترايح مني شوية وتعلاق في المسلسل جامد فيبقى أنت تمام دي وجهة نظر بعض الناس لا إحنا ما كانش ده ما كانش التارجد بتاعنا من البداية إحنا عايزين نعمل مسلسل يشد المتفرج من أول حلقة لآخر حلقة في كل مشهد فالحمد لله يعني لحد النهاردة احنا خلاص عشرين رمضان اهو والناس مبسوطة جدا طبعا أنا شايفت علاقات على ناس النهاردة تتفرج على الحلقة العشرين وفيه ناس ايه متضايقة مني وبتاعشان فيه حاجات حصلت كده الأحمد العودي في الوعيات وحاجات ولكن إن شاء الله الناس تفضل مستمتعته طول الوقت لطيف المسلسل بيني وبينك كمان أنه المسلسل مش مباشر جدا يعني مش اللي هو مثلا ده أحمد العودي رمز الخير في المسلسل وفلان وفلان ده الرمز الشر في المسلسل فهيبقى المسلسل كله ماشي في قطار أحمد العودي الطيب بيحارب الأشرار لا ده فيه مداخل وما خارج وفيه قصص بتطلع ومفاجآت وما إلى ذلك ودي من الحاجات اللي بتعجب أي مشاهد مشاهد مش عاوز الشكل الطبيعي المقلوف اللي هو ايه ده هيا المتوقع نحمد العودي الشخص اللي ينتصر لا المسألة مش بالضرورة كده يعني ينتصر بس لازم يكون فيه أحداث وتفاصيل جوه تخطفني تاخدني وتوديني زي بيبتالي بالزبط والأبا نداون ما نبقاش طول الوقت لازم البطل يبقى ملاك نازل من السماء ولأ هو على فكرة كل البناء قدمين بتخطأ صح كل البناء قدمين ما فيش حد طول الوقت ماشي ملاك على الأرض خالص احنا كلنا بنغلط ممكن أنا وحضرتك قبل الهوى ننم على حد فبقتنا نميم احنا بندردش على كلانه احنا ما نمناش لسه اي بس هننم فبالتالي يعني كلنا ما فيش حد طول الوقت فده اللي بحصل للعرب عرب هو مش طول الوقت كويس بنسبة 100% هيغلط هيتحط في مواقف قد يصيب وقد يخطئ بس في الآخر مش عايز أحرق حاجات هتحصل ولكن في مفاجآت منذ الحلقة اللي احنا فيها الحلقة العشرين للي جاي طول الوقت هيبقى فيه مفاجآت مفاجآت طيب احنا عندنا فصل صح يا نديم يا سلس صوتك منور يا نديم طيب هنروح للفصل ونرجع مرة تانية لأنه عندي شوية أسئلة كده أو سؤال مش عارف لحسب الوقت اللي نديم هيديه لنا مع مؤلفنا وكتبنا وضفنا العزيز أساس محمود حمدان استنونا لو صبحتو أما بخصوص النميمة فهي حصلت بالفعل في الفصل اشرب عشان انا معارف انت هتشرق دلوقت فكننا بنمنا نمنا هي على اسماعيل فاروق يعني تحديد نخرج رائع الجميل عشان ده عشرة العمر فنقدر نمنا على اسماعيل زي ما أنا عايز بس كنش بس مش نقول الأسرار بقى عشان ده كل الأسرار طبعاً هنا هنتكلم عن العربية اللي اسماعيل اشتراها زمان من 25 سنة عشان كنا عامين نقوم مشروع يعني حدوت هنبقى نحكيها لكم بعدين مرة حتى يبقى اسماعيل منوارنا ونقعدنا حكي فيها كلنا سوا خديني أجدد ترحيب مرة تانية وضفنا العزيز الكاتب والمؤلف الرائع محمود حمدان طب أنا يمكن بفكر معاك بصوت علي أنا مرة زمان ويمكن مش كل الناس تتذكر ده شفت كان مسلسل قصير جداً أظن كان أربع حلقات حاجة كده وكان بطولة أحمد العودي وأحمد العودي كان طلع فيه بشخصية ما هواش فورمة ما هواش فتوة ما هواش أكشن شخصية هادية جداً طيب جداً مصدوم وبيجيله القلب لما بتصدم عاطفية لأ شخصية ما تنفعش تبقى أحمد العودي اللي احنا عارفينه دلوقتي وده بخير يفكر معاك بصوط عالي هل ما أنشي القوان أن إحنا نكتب ونظهر عوضي بشكل مختلف بقى عن إن وزي ما أنت قلت نجم أكشن هيحصل بإذن الله أحمد نويني إن شاء الله أن يبقى في حاجات جاية بإذن الله تبقى فيها اختلاف كبير ولكن أحمد بيصنع تاريخ أحمد فيه وي وهو عارف ومركز كويس قوي هو عايز يعمل إيه الفترات الجاية ومركز بنفكر ونقعد ندعبس ونشوف وإيه نعمل إيه الأيام الجاية نفكر في إيه أنا عايز أقول إن أحمد فيه حاجات الناس ما تعرفهاش عنه أحمد أصلا ممثل مسرح أنا وأحمد صحاب من أيام المسرح من 2002 تقريبا ف كنت في الزرقاء الجاية صحاب أحمد كان تجارة أنا كنت معاك في نوم مسرحية أوكي قسم تمثيل وإخراج وأحمد كان بيمثل في المسرح وإحنا كلنا صحاب حلو وبنروح بنسعى مع بعض ونروح شركات الانتاج وبهدالة وأحمد الوحيد المشوار من أوله آه المشوار من أوله ده شيء مشارف آه وأحمد كان جايب عربية تمام وكانت لسه الحياة ما فيهاش فلوس بس هو أحمد يعني اتصرف كده لحد ما جاب عربية فهو أحمد مش معه غير العربية دي بس فياخد صحابنا وإحنا ونلف نروح شركات الانتاج ونشوف وبيسعى جدا وكانت فيه فترة مرمطة كبيرة جدا طبيعي آه اللي هو الطريق الطبيعي لا طبيعي جدا حبي يسعى آه آه أحمد ما كانش مركز على فكرة الأكشن هو مركز أنه عايز يمثل عايز يمثل وكان ممثل في المسرح جيد جدا 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 وبيمثل بيشخص في مسرح العالمي وروايات كتيرة جدا كانت بتتعمل الناس ما تعرفش ده الناس ما تعرفش الجانب ده بتعرف الجانب بتاع أحمد العودي النجمي اللي موجود دلوقتي ولكن ده جانب آخر عند أحمد هيجي وقت إن أحمد يشخص فيه ويعمل بقى الحاجات هيجي وقت هو أصل من وقت للتاني كده بيروح رامي حاجة يعني أنا مرة شفته مع صديقتنا وزميلتنا مونة الشازلي هو بيتكلم بيقول مقطع من عبد الرحمن الشرقاوي آه عبد الرحسين الشهيد فا لا مش أي حد هيبقى حافظ ده يعني ومش أي حد ومش هيستدعيف لحظاتها على طول يعني إلا لو كان فاهم هو بيقول إيه وأن الحاجة دي محفورة أصلا في ذهنه وأنه أكيد مسلها مرة أو اتنين أو تلاتة فأنا دايما بقعد أقول إيه طب رحمد كفاية أكشن يعني خش في الحاجات اللي أنا في ظني أنك هتعملها وبشطارة بس خلينا أقول حاجة إحنا في عرب الحقيقة ما كناش طول الوقت مركزين على الأكشن آه فيه سينز أكشنز كتير ولكن عندنا مشاهد التمثيل إحنا مقدمين جرعة عالية جدا 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 إحنا كل حلقة فيها اتنين مسترسين مثلا ما فيش حلقة بتخلص غير لما يبقى عندي مسترسين أو اتنين مسترسين أحمد طلع بيمثل بشكل مبهر جدا وقدام حجم مهول زي أستاذ رياض الخولي على سبيل المثال مهول أستاذ رياض ده مهول كنت لسه أنه وإنت بنتكلم مش ممكن في مشاهد ما بينهم هو أستاذ رياض الخولي وأستاذ وفاء عامر مثلا أستاذ رياض وأستاذ وفاء ممثلين مهمين جدا 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 وبيدوا تقل للمشاهد بشكل غير عادي أنا بحييهم من خلال برنامج الحقيقة شخصيتهم زي ما تكتبت زي ما زي ما عملوها ممثلة لللي تكتب بكل التفاصيل بصراحة ممثلين مبهرين وباقي الممثلين برضو يعني سواء دينا فؤاد شخصية حنان الغربوي جميلة كارولينا عازمي باشوشة وحلوة في شخصية أنغام أحمد عبد الله محمود محمد أحمد مهر أستاذ سلوى عثمان في شخصية الأم اللي عبقرية اللي تبدل عبقرية لا نبقى كده بنشتغل جهجهوني أه وأحيانا بيحصل في مسلسلات على فكرة وإنت بتحسه كمشاهد بيحس أن في حاجة غلط تحس أن الكاتب قاعد كتب يا جماعة في الأخلاقة حصلت في حاجة حصلة فيه غلط وما بقولي على خطأ فوق خطأ هيطلع في الآخر مش حلو هيطلع عمل مخوخ أساس أي عمل هو السيناريو الجيد فيه سيناريو جيد وفيه قصة جيدة في الآخر أنت بتصنع عمل جيد 100% طب هل بتفكر أنه على رمضان اللي جاي وده برده هنا بقى سؤال موجهة اللي محمود حمدان بنافسه أنك تتوجه لنوع مختلف شوية من المسلسلات زي المسلسلات التاريخية يعني نيمكن جاي في بالي مثلا مش عايب حسس لي أنه لازم نعمل حاجة عن خالد بن الوليد طبعا وعندنا شخصيات وهلاقي على عوضيه جيد طابد عسكري همام قوي فيه شخصية أوريجيا أنا مفكر فيها أنا على عوضي كمان لأحد الأبطال في قصص بتاعتنا ولكن العمل التاريخي بيتطلب ميزانية ضخمة جدا يا سيدي ربنا يخلينا المتحدة الحمد لله إنو أنت بس لا لا الحقيقة أنا عايز برضو أعجل شكر للمتحدة عامين مجهود جبار سواء في الحشاشين أو في كذا عمل وإحنا عندنا في المسلسل صحيح أنا كل ما بكتب حاجة يعني مفيش مرة مثلا جالي تليفون محمود لا مش هينفع نعمل كذا حريق أجشن اللي أنا عايزه بيحصل حاضر كل اللي أنا عايزه بيحصل طلباتك مجابل طلباتك مجابل إن هم في الآخر عارفين إن هم عايز السيد المشاهد يستمتع إحنا من اللحظة الأولى وأول اجتماع مع المتحدة إحنا عايزين نعمل عمل أو أعمال في شهر رمضان تبسط السيد المشاهد ويبقى قاعدين مستمتعين بالعمل اللي إحنا بنقدمه فبالتالي كانت ليه كل الحرية أنا والمخرج وكل طائم المسلسل نحن نقدم عمل جيد فالحمد الله ده ده حصل وسواء في رمضان أو قبل رمضان من قبل رمضان كان عندي حدوطة منسية حدوطة منسية نفس الوضع حصل من المتحدة طيب هنا هيخدني على يمكن سؤالنا الأخير للأسف الشديد بس لازم نتقابل تاني بقى نتقابل سلاسي يعني أنا وإنت وإسماعيل وعواضي حتى لو في المكتب يعني مش قصة بس لهم حاجة لازم القعدة دي تحصل وبالذات إسماعيل فاروق إيه اللي تقلو أكتر بالنسبة لك؟ أراء المشاهدين زي ما أنت قلت كده السيد المشاهد ولا أراء النقاد ولا أراء نقاد التيك توك لو صح التعبير يعني والله بقت في ظاهرة غريبة جدا طلع إن أنا في ناس هو مش دارس نقد ولكن أي حد عنده شوية فلورز تمام؟ فبيطلع بيتكلم يلا بينا أعزائي المشاهدين إحنا دلوقتي هنحلل النجمة الفلان ويقطع في فروته هما ليه بيعملوا كده؟ هو بيعمل ده عشان مستني النجمة الفلان يرفع عليه سماعة التليفون ويبقى صديقه أنت طلع بيتقطع فيه أو بتاع فيه يبقى حبيبه ويطلع بعدها هيشكر فيه أو هو هيتفعله في حلقة أو حاجات بعض ويمكن لأ برضه ويمكن لأ ويمكن أه فهي ظاهرة فهي ظاهرة غريبة جدا وفكرة الترند المصنوع الترند الفيك يا جماعة الجمهور مش غبي الجمهور أسكى مننا كلنا الجمهور هو ماسكي ريموت وعارف إيه الجيد وإيه اللي مش جيد الجمهور يديك سوكسي حقيقي على العمل بتاعك لأنه عمل حقيقي يا إما هيعمل كده وإنت تطلع تقول أنا ترند على كذا وكذا وأنا مكسر العالم وأنا في الكوكب الفضائي مش عارف إيه بيتفرجوا ما هو الجمهور عارف إيه اللي ناجح وإيه اللي مش ناجح مش عارف ولكن النقاد الحقيقيين لا هو نقضهم بناء وبيشاور ويقولك هنا فيه كذا 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 ولكن ينقصص ينقصك كذا مثلا ده نقد أنا أحترمه جدا لأنه في الآخر بيشاور على الحلو وبيشاور على الوحش عندك أقولك نقصك إيه هو عاوزك تكمل هو عاوزك تكمل مش عاوز يكسر فيك هو عايز يوفيد الصناعة صح وده المهم أن احنا نوفيد الصناعة احنا كلنا موجودين احنا طلعين في البنامج ده نتكلم عشان الصناعة طبعا وعشان السيد المشاهد يستمتع في الآخر باللي هنقدمه لو احنا ما عندناش محتوى جيد هنقدمه يبقى احنا بنضيع وقتنا ووقت السيد المشاهد وإحنا مش عايزين ده بس فالناقد الجيد هو اللي بيشاور على الحلو وبيشاور على ينقصك كذا فاخد بالك صح 100% محمود أنا انبسطت جدا بالقعدة القسيرة دي برغم أنها كانت قسيرة بس كانت لطيفة جدا بالنسبة لي على قلب زي العسل زي ما بيتقال لحد يبقى فيه عندنا قعدة أطول أكبر إن شاء الله تبقى في الستوديو ما كانش هيبقى عند إسماعيل برضو في العربية لا في العربية في العربية تبقى إسماعيل هو هيفتك العربية لونها مش هقوم نركتها لونها أبيض وكنت بابين وبنتحشر فيها أنا وهو وحسن أبو الفتوح فمودي حدوت هنحكيها بعدين هذا بشكرك جدا 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 محمود دورك وشرفت 1000 1000 مليون مبروك على النجاح السنادي بتاع المسلسل وإن شاء الله الجايات تبقى أكثر نجاحا بأمر الله إن شاء الله أنا بشكرك وبشكر سادة المشاهدين هنشكرك جدا كل الشكر لضفنا العزيز مؤلفنا وكاتبنا الرائع محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب وللأسف الشديد خلصت الحلقة لحد كده بس ما خلصش الكلام طبعا وبالتالي إن شاء الله لو كنا العمر هنقبلك بكرا في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات